بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لم أكن أتصور أن أقرأ مقالة عن الإعجاز العلمي في السنة المطهرة في صحيفة غربية وبقلم بروفيسور أمريكي هذا هو البروفيسور كاريج كونسيدن وهو أستاذ بجامعة رئيس الأمريكية ينشر مقالا حول أسرار العلاج النبوي للأوبئة مثل فيروس كورونا الجديد أو كوفيد 19 المقالة نشرت بتاريخ 17-03-2020 أي حديثة جدا ونشرت في صحيفة نيوزويك الشهيرة يعني شيء غريب قبل أن أقول لكم ما هو موضوع هذه المقالة أيها الأحبة أوجه كلمة لأولئك الذين يشككون بالإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة ويريدون أن يلغوا بعض أو كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أرد عليهم وأرد على أولئك المشككين أيضا بهذا النبي الكريم أقول لهم أنظروا ماذا يقول باحث غربي كاثوليكي غير مسلم يقول بالحرف الواحد أيها الأحبة في هذه المقالة يمكن مراجعتها على موقع جريدة نيوزويك تسعى حكومات العالم اليوم لتطبيق الحجر أو الحجر الصحي لمواجهة الوباء هل تعلمون من سبقهم لهذا الأمر؟ إنه نبي الإسلام محمد الكلام هذا للبروفيسور الأمريكي لقد جاءت هذه الأوامر أو التعاليم قبل أكثر من 1300 سنة 1400 سنة هجري النبي محمد يقول عن الأوبئة مثل كوفيد 19 في حال أنه انتشر يقول طبعا الحديث وضعه باللغة الإنجليزية أنا سأقرأ الحديث باللغة العربية فإذا سمعتم به بأرض أي طعون فلا تدخلوها وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا رواه البخاري ومسلم كذلك يتابع هذا الباحث أيها الأحبة النبي محمد وضع أساسا لتجنب العدوى حيث يقول طبعا باللغة الإنجليزية أترجم يجب إبعاد المصابين بالأمراض المعدية عن الأصحاء الحديث لدينا في صحيحي البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يورد الممرض على المصح يتابع الباحث أنا أقرأ لكم حرفيا أيها الأحبة وجهة نظر هذا الباحث المسيحي الذي درس الإسلام بإنصاف درسه بشكل علمي وليس مثل أولئك المشككين الذين يملؤون صفحات الإنترنت التشكيك بالنبي صلى الله عليه وسلم التشكيك بتعالم النبي التشكيك بالإسلام يعتبرون أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه أي شيء انظروا سأجعل هذا الباحث المسيحي يعلمكم من هو محمد صلى الله عليه وسلم يقول هذا الباحث كذلك النبي محمد شجع وبقوة على الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي وهي ضرورية للوقاية من المرض وذكر الحديث مترجما للغة الإنجليزية الحديث يقول قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده رواه الدارة قطن هذا الحديث أيها الأحبة يؤكد اهتمام النبي بنظافة وغسل الأيدي حتى وأنت نائم بعد استيقاظك من النوم فكيف بك عندما تذهب إلى العمل أو تذهب للتسوق أو تخرج من البيت أول عمل تدخل تقوم به عند الدخول للبيت غسل الأيدي لذلك قال عليه الصلاة والسلام أيضا هذا الحديث ذكر على مجلة نيوزويك قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه الإيمان مسلم الحقيقة أيها الأحبة أنا أود فقط من خلال هذه الأحاديث العظيمة كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش معنا في محنتنا اليوم كأن هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يشعر بمعاناتنا مع العلم أن الطاعون لم يصب مكة ولا المدينة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطاعون لماذا يخبر عن شيء أنا فقط هذا السؤال أود أن أوجهه لكل من ينتقد الإعجاز العلمي في السنة المطهرة أقول لهم ما الذي يدعو هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في زمن لم يكن هناك طاعون في الأرض التي عاش فيها ولم يقع الطاعون في زمنه لماذا يحذر من هذا الطاعون ويعتبر أن الذي يجلس في أرضه أو في بيته صابرا محتسبا له أجر الشهيد سواء مات أو عاش إذا عاش له أجر المجاهد لذلك يعني هذا النبي والله أيها الأحبة يعطينا قاعدة مهمة جدا في الوقاية من هذا الوباء قواعد ليست قاعدة واحدة قواعد في النظافة قواعد في الطهارة قواعد في إبعاد المرضى وعزلهم عن الأصحاء وقواعد في الحجر الصحي هذا الوباء عندما وقع في الصين لو أن العالم انتبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر المرضى في مكانه أبقى الناس هناك لم يسمح لأحد بالخروج أو الدخول لانتهى هذا الأمر ولم نسمع به ولكن عندما خرج الناس هربا وفرارا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا أمر هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام ماذا حدث؟ حدثت كارثة لم تعد في بلد معين أو منطقة معينة بل في الكرة الأرضية انتقلت العدوى إلى الأرض كاملة لذلك أيها الأحبة هذا النبي سؤال ما الذي يدعوه في ذلك الزمن أن يتحدث عن أمر يشغلنا نحن اليوم في القرن الحادي والعشرين ما الذي يدعو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي أن يحذر من خطورة الخروج والدخول من مكان الوباء هل هذا النبي يأتي بالخرافات والأساطير؟ أرجو من كل من يشكك برسالة هذا النبي أن يطلع على أقوال هذا النبي أن يطلع على حياة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يملك إلا أن يحبه مثل هذا الباحث الأمريكي هذا الباحث أيها الأحبة ألف كتابا سماه إنسانية محمد إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم وجد فيه مستوى عالي من الأحاسيس والحب والرحمة والعطف والاهتمام بالبيئة بالكائنات كان لديه رحمة لا يمكن أن توصف لذلك الله وفاه حقه عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا صابرين محتسبين وإعلم أخي الحبيب أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك منذ أن كنت جنينا في بطن أمك عمرك 42 ليلة ستة أسابيع فقط يعني طول الجنين بحدود سنتيمتر أو سنت وقليل في هذه المرحلة الله تعالى أرسل ملكا لكل شخص مننا كل شخص من هذه المليارات السبعة الموجودة على الكوكب يرسل الله ملكا في عمر 42 ليلة وهو في بطن أمه يأمره بأربع كلمات أجله أي أن الأجل مكتوب وانتهى لا تفكر بموضوع الأجل وعمله وشقي أو سعيد يكتب هذا الملك عملك كاملا وكل شيء سيصيبك مكتوب مسبقا ولكن لا يعني ذلك أنك تخالف تعالي من النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمر بالالتزام والبقاء في البلد ونحن اليوم الوباء لا تعرف أين هو موجود لذلك نقول التزم أو حاول أن تلتزم في مكانك في بيتك قلل جدا دائرة الاحتكاك الخاصة بك للحد الأدنى واعلم أنك إذا علمت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صابرا محتسما إذا صبرت واحتسبت الأجر عند الله وعلمت أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك لك أجر وأنت جالس في بيتك لك أجر المجاهد في سبيل الله وإذا لا سمح الله حدث مكروه فأنت شهيد إذن أيها الأحبة هذا الحديث هو بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلنا نلتزم بهذه التعاليم رحمة بنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأقول أخيرا أيها الأحبة هذا النبي الكريم الذي علم المتعلمين في القرن السابع الميلادي يأتي بقاعدة لم ينتبه لها العالم إلا اليوم لم ينتبه حتى عندما انتشر الوباء أو عندما ظهر عندما ظهر الوباء في الصين الكل سارع للهروب والفرار ولم نجد طبيبا واحدا ينبه لخطورة هذا الأمر النبي نبه عليه قبل 1400 سنة عندما قال صلى الله عليه وسلم فلا تخرجوا منها فرارا أمر خالفنا أمر النبي فانتشر الوباء هذا الأمر لو كان لو كان أيها المشكك لو كان هذا النبي ليس رسولا من عند الله لو كان ينطق عن الهوى كيف يستطيع أن يأتينا بقاعدة طبية دقيقة جدا لم ينتبه لها أطباء القرن الحادي والعشرين تركوا هذا المرض ينتشر لم ينتبهوا انتبه لها النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه هو الله طبعا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة من الذي أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومة فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا فرارا منها نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يكشف الغمة عن الأمة وأن يصرف عنا وعنكم كل شر إنه سميع قريب مجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته